تعرفوا أحبائي في العهد القديم الأنبياء اتحدوا مليان يعني فيه أنبياء كذبة في العهد القديم وفي العهد الجديد والأنبياء الحقيقيون حذروا من الأنبياء الكذبة مثلا إرمياء يقول لم أرسلهم هم جروا من أنفسهم فإذن النبي المزيف اللي عنده رسالة من نفسه بيكون عنده كبرياء وبيفتخر في جسده وبيفتخر في أعماله بيكون هو اللي أرسل نفسه مش الله اللي أرسله لأنه واضح جدا كما قال يسوع من ثمارهم تعرفونهم من ثمارهم تعرفونهم تعرفوا أحبائي في نبي اسمه يحزئيل في أيام الملك يهوشفات ملك يهودة في أيام الملك أخاب ملك إسرائيل عملوا حلف مع بعض وهذا كانت خطأ كبير من يهوشفات لأنه كان رجل طقي مؤمن أما أخاب مكتوب باع نفسه لعمل الشر فعملوا يعني حزب أو ائتلاف عسكري وسياسي والأغرب والأصعب أنه تصاهروا أوكي فبعدين أجا واحد اسمه يحزئيل ويحزئيل كان نبي الله وانعاوز أقرأ شو اتكلم يعني حزئيل قال لا تخافوا ولا ترتاعوا لأنه كانوا على وشك معركة كبيرة 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 ويهوشفات قال لسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا فالرب أرسل نبي اسمه يحزئيل قال لا تخافوا ولا ترتاعوا آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا آمنوا فتأمنوا آمنوا بأنبيائه فتفلحوا أخبار الأيام الثاني إصحاح عشرين وفي نفس المعركة أخاب كان عنده أربعين أربعمائة نبي آسف وكان فيهم أرواح كذب هو الروح النبي المزيف هو اللي عنده روح كذب معرض لضربات شيطانية معرض لضربات أرواح شريرة مثل الجن ويقوم بأعمال بالذات إذا بيتكلم كلام ممكن بيفقد وعيه أو صوابه وبينزل على شفناها لما منخرج الأرواح الشريرة بتصير العيون تنقلب وبصير الزبد والرغوة تطلع من التن وبصير يتكلم صوت في داخل الإنسان هذه أرواح كذب زي ما الشياطين اللي أخرج يسوع كانوا عارفين عندهم نوع من الحق بس مش الحق عرفوا أن يسوع هو ابن الله عرفوا أن يسوع هو القدوس البار عرفوا أن يسوع هو الديان عرفوا وسألوا وقالوا ليسوع هل أتيت لتهلكنا قبل فوات الأوان عرفوا مصيرهم أن هذا الشخص هو الوحيد الذي يستطيع أن يعذبهم في الجحيم بس ما كانش يمكن وقت فطلبوا إذن حتى الشياطين كانت تخضع للرب يسوع المسيح لم نسمع عن نبي مثلا سحر أثر عليه أو سم أثر عليه أو فكر شيطاني أثر عليه أو أي وحي آخر لأنه مليان بحضور الله والمليان بحضور الله طبعا ما عندوش روح الكذب أو روح الضلال فجابوا أربعمائة نبي وابتدأوا لا روحوا وانت راح تربح في المعركة ووووو الأخير يعني هاي في المعركة الثانية ففي واحد اسمه ميخا ميخا بن يملى هو النبي الوحيد ولما أرسلوا قول الكلام مثل بقيت الأنبياء قال لي لا أنا مش هتكلم إلا شو الرب بيحكي معاي أو شو بيكلمني فلما أتكلم قال إن رجعت بسلام فلم يتكلم الرب بيه وقال اسمعوا أيها الشعب أجمعون فإذن النبي هو الذي يتكلم بنبوة مش بيتكلم على الماضي بيفتخر كأنه الماضي اللي حدث هو النبوة لا بيتكلم بنبوة ولاحظ لاحظ كل الأنبياء أنتوا راح يعني الرب معاكو وهون تكلم طبعا عن ضرب ضد بيت أخاب إنه الله راح يقضي على أخاب الشرير بسبب فساده وبسبب خطيئة ولاحظ شو بقول ميخا لأنه طلب الملك أخاب يحطوه في السجن لحد ما يرجع قال له إذا أنت رجعت بسلام إذا رجعت بسلام فلم يتكلم الرب بيه اسمعوا وهي الشعب يعني يتخليكو كلكو شهود بيتكلم أمام الآلاف الشهود إنه اشهدوا على الكلام اللي بتكلم فيه